تزوج شاب ريفي يمتاز بطيبة القلب والبساطة من فتاة حسنة الخلق لا تقل عنه طيبة ومروء وبعد الزواج بفترة قصيرة جاء إلى المدينة هو وزوجته ومن سوء حظه أنه سكن بجوار رجل اشتهر بجبروته وظلمه والإساءة إلى جيرانه والأدهى من ذلك أن بناته وأولاده قد أخذوا نفس الصفات السيئة من أبيهم فكثيرا ما اعتدوا على جيرانهم بالسب والضرب وكثيرا ما طمعوا في ممتلكات الآخرين وأخذوها بالقوة والإكراه وذات يوم وأثناء وجود الزوج الشاب في عمله حدثت مشادة كلامية بين زوجته المسكينة وإحدى بنات هذا الرجل الظالم في مدخل هذه العمارة فتطاول عليها كل أسرة الرجل الظالم واعتدوا عليها بالضرب الشديد وبصل الأمر إلى تمزيق ملابسها حتى طر أحد الجيران أن يلقي عليها ملآة سرير ليسترها ولم يستمع الظالم لنصيحة هذا الجار الذي ذكره بانتقام الله منه إن لم يكف عن إهانة هذه الزوجة الطيبة ظلت الزوجة المسكينة التي ليس لها حول ولا قوة تبكي في أسن شديد وعندما جاء الزوج وأثناء دخوله للعمارة استقبله الرجل الظالم بالسب وكل ألفاظ نابية دون أن يعرف سببا لما يسمع وعندما وصل الزوج إلى زوجته بكت بكاء شديدا وحكت له كل ما حدث لها ونظرا لضعفهما لم يستطيع فعل أي شيء وبعد بكاء بطول الليل من الزوجين لم يكن أمامهما إلا الدعاء على هؤلاء الظالمين ثم قال لبعضهما بعد إهانتنا وضياع كرمتنا أمام الناس لا نستطيع البقاء في هذا الحي ثم قرر مغادرة المكان مكسورين الخاطر والعودة لقريتهما وبعد أن هجر المكان حدث حريق في منزل الظالم واشتعلت النيران في ملابس بناته الظالمات التي ضربنا الشابة المسكينة وخوفا من وصول النار لأجسادهن خلعنا ملابسهن وخرجنا عاريات في نفس المكان الذي كشفنا فيه جسد الشابة المظلومة ليكون الجزاء من جنس العمل وإذا بالجار الذي حذر الرجل الظالم من انتقام الله يرجع إلى الرجل الظالم ويذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتتبع الله عورته يفضحه في بيته فلولا إذ ياءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست خلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين يقول محمد بن المنكدر وكان المسجد في هذا الوقت مظلما فدخل رجل أسود اللون لا أعرفه فلم ينظر إلي وأخذ يقول يا الله يا ربا خرج أهل حرم نبيك صلى الله عليه وسلم يستسقون فلم تسقهم وأنا أقسم عليك يا الله لتسقينه الساعة الساعة يا الله يقول محمد بن المنكدر فقلت في نفسي هذا الرجل مجنون كل أهل المدينة خرجوا إلى الله يستسقونه وما سقاهم وهو يقسم على ربه أن ينزل المطر فوالله ما وضع يده حتى سمعت الرعد وجاءت السماء بالمطر وعندما هم بالخروج من المسجد ليذهب لأهله إذا به يرى المطر ينزل فحمد الله وأثنى عليه وقال من أنا من أنا يا الله حيث استجيبت لي دعوتي ولكن عدت بحمدك وجدت بفضلك وأخذ يبكي بكاء شديدا خرج فتبعته دون أن يشعر به حتى علمت منزله ثم عدت إلى المسجد ولما توسطت الشمس قصدت داره وعندما دخلت وجدته جالسا يخيط النعال وهذا هو إسكافي يصلح الأحذية فقلت له يا هذا ألست بصاحب ليلة بارحة في المسجد لقد نظرت إليك وعلمت ما الذي جرى فغضب وسود وجهه وقال يا أبا عبد الله ما شأني وشأنك ما الذي جاء بك وما الذي جعلك تتبعني وما الذي جعلك تنظر إلي وما الذي جعلك تعرف ما عندي ثم ازداد غضبا ورأيت هذا الغضب في وجهه فقلت أخرج من عنده حتى لا يحدث شر فلما صليت وأشرقت الشمس ذهبت إلى داره فوجدت الباب مفتوحا ولا أحد عنده فاقتربت فقالت عجوز عند البيت يا أبا عبد الله ماذا فعلت معه منذ أن فارقته جمع أمتعته وخرج من البيت ولم يرجع إلى هذه الساعة فبحثت عنه في المدينة كلها لسنوات فلم أرى ولم أسمع به لقد فضل أن يتوارى عن الخلق لمجرد أن أحدا عرف السر الذي بينه وبين ربه فما أجمل العمل الصالح الخالص لوجه الله وخاصة ما كان بين العبد وربه لا يعلمه أحد قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون